أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2016-2017 والمعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 327-328 لسنة 2021 أدوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة المستشهر محمد حسام الدين وعقب أداء اليمين هنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم على علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات كما شدد المستشار حسام الدين على ضرورة الالتزام بالتقاليد القضائية الراثقة داخل العمل وخارجه مددك لما تشوفي مكان استقبال الدفعة الجديدة وأهليهم وزويهم اللي جايين يشاركوهم فرحة اليوم الأول في الوظيفة القضائية واللي بتبدأ بأداء اليمين القانونية أمام معالي رئيس مجلس الدولة أكيد ده بيبقى يوم مشهود بالنسبة لشباب القضاء بيفضلوا فاكرينه دايما أنه هو ده اليوم اللي هم أدوا فيه اليمين القانونية بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينهم في كمندوبين مساعدين في مجلس الدولة هنا يمكن الفترة دي فترة يعني فترة مشهودة ومميزة بالنسبة لمجلس الدولة فيعني النهاردة وقفين عشان نستقبل دفعة جديدة من الشباب عشان يؤدوا اليمين القانونية وقريبا جدا إن شاء الله يعني تتم إجراءات تعيين القاضيات الجدد في مجلس الدولة واللي فخامة رئيس الجمهورية قال أن هم يبدأوا العمل في مجلس الدولة في أول أكتوبر القادم بإذن الله اشتركوا في القناة